يراك أن أنت كنت سجين في العلاقة معها لفترة طويلة كأنما الموضوع كان خارج عن إرادتكم أسباب الانفصال احتمال أنها خرجت عن يدك وأيضا يد الشريك بسبب تدخل أطراف خارجية وأيضا بسبب في نوع من الإرادة الإلهية هي اللي أخذت التحكم بمسار العلاقة فكأنما أنت ضليت معا حبيث لفترة طويلة في هاي البرج في هاي الوضع أوكي الوضع أشوفه كان جدا سيء قبل فترة الانفصال أو قبل الانفصال نفسه ولكن هنا شريكك يراك أن أول شيء أنت اللي خسرت الأكثر أنت استثمرت أكثر في العلاقة أهو هنا يحس بالندم يحس بتأنيب الضمير ولكن هو يشوفك أنه أنت في سبع الخماسيات اللي استثمرت الأكثر في العلاقة وضعت الجهد الطاقة علقت الآمان ولكن في النهاية صادق الخذلان والإحباط بسبب المجرى اللي صار أشوفه لي كأنما طلاق خارج عن الإرادة ممكن يعني سبب كبير هو اللي أدى فيكم إلى الانفصال وظروف خارجة عن إرادتكم أمور مثل الانتقال الأسرة تدخل الأهل هاي النوع من الطاقة المحيطة فيكم ولكن لحد الآن في مشاعر معلقة بينك وبين الشريك فيه آمال لم تنتهي وأيضا فيه حب لا زال عايش حتى بعد حدوث الانفصال نفسه هو يراك أن أنت تحررت من العلاقة هو يراك كأنما تعلمت الدرس تعلمت الدرس وأصبحت غير أن أنت حر أصبحت تستطيع المضي قدما بدونه بدون أن يأتيك ودائما كأنما يحس أنه وهني يسبب لك الإحباط أو الخذلان ولكن في طاقة الغصن الأول أن أنت بدأت التحكم في مسار حياتك احتمال لأنه في السابق كانت كان صعب أن تتحكم في مسار حياتك أو العلاقة لأنك أنت موجود معه ولكن حاليا يراك أن أنت أصبحت حر أكثر قوة أكثر إرادة كأنما وصلت إلى أوج قوتك في هاي الفترة أيضا احتمال أن أخبار يسمحها عنك أن أنت مو فقط تمضي قدما ولكن صرت أخذت الدرس والعبرة من هاي الخسارة والانفصال وصرت كأنما هاي بالنسبة لي عصا الساحر أن أنت تحول كل موقف في خذلان أو في خسارة في حياتك إلى درس إلى حكمة إلى شيء إيجابي ما هي خطوة القادمة؟ خطوة القادمة تسع سيوف هذا الشخص يخاف أنك تنسان الكوب الأول رح يحاول أن يعرض عليك نوع من المصالحة رح يحاول أن يعوضك بالأحرى يعوضك لأنك أنت هنا أشوفك خذلك من السابق باحتمال أن هذا الشخص ضد الأهل أو في مواجهة مع أشخاص معينين أشخاص افتروا عليك اتهموك زورا لم يقف إلى جانبك في السابق فكأنما هني حاول يعوضك في الفترة القادمة أول شي عزيزي برج العذراء أنت لازم تدرك أن شريكك اللي أنت منفصل عنه كان يدري على مستوى ما عنده إحساس عنده علم أن أنت اتهمت باطلا يعرف أيضا أن أنت مستحيل تقوم بهاي الأمور هو يعرف معدنك عنده ملك الأرض يعرف معدنك يعرف طيبتك يعرف ويتذكر أنت شلون وقفت معه وضحيت عشانه ولكن لازم اللي تدركه أن هذا الشخص بالنسبة له كان أسهل أن يخلي العلاقة تنتهي أو الزواج ينتهي عشان ما هو يواجه الأشخاص اللي اتهموك كان يدري أيضا أن اتهمهم زور وكأنما خطوة القادمة يحاول أن يعرض عليك الصلح ولكن هنا أشوف الصلح مو حل ومو إجابة على الوضع اللي كنتوا فيه سابقا الصلح أو الرجوع إليك ليس هو المغزى المغزى ما دلوا تكرر السيناريو اللي في الماضي مرة أخرى عندنا في الحاضر ما دلوا هذا الشخص أيضا ردوا اتهموك ردوا تبلوا عليك ردوا أهلا مثلا أو أصدقاء أو محيطة اتهموك زورا مرة أخرى كأنما أنت هنا أشوفك قاعد تمضي قدما وأفضل حالا بدونه الشخص اللي موجه له هذه الرسالة هو شخص اتهم زورا عندما كان في علاقة احتمال أن يكون برج ناري عندما كنت في علاقة معه اتهمت زورا ولكن كأنما بكريات السيئة كلها رح ترجع لك لأنه هو يأتيك وسيأتيك يعرض الصلح يعرض عنده عرض زواج ارتباط رجوع المياه إلى مجاريها عنده ولكن هو هنا أشوفه موحل للمشكلة الأساسية اللي وقعت بينكم قبل فترة وسببت الانفصال خلا نشوف مالذي يخفيه الشريك أو الحبيب قتلك هني عنده طاقة الإخفاء كأنما هو يدري أن أنت ما ممكن تسوي الأشياء اللي تهموك فيها مالذي يخفيه الكوبين لأنه كانت عنده خيارات أخرى أو عشم في أشخاص عشموا بخيارات أخرى ولكن كتشف هني أن ليس كل ما يلمع ذهبا شفت الإحباط اللي صادك كأنه ما رجعت لأ الحوبة الله سبحانه وتعالى أخذ حقك من هذا الشخص وأخذها بالطريقة المؤلمة ولكن هو ما يظهر لك هذا الشيء نزين وأيضا هذا الشخص لا يرغب بأن يبقى عازبا أكثر من ذلك وضعك معه هو وضع أنا أفضل حالا مع برج العذراء لأن برج العذراء يقدم لي خيارات أفضل امتيازات أفضل في الزواج أو في العلاقة من لو أنا كنت انفصلت عندنا وذهبت إلى شخص ثاني في خيارات نعم شخص ثاني كأنما نفس الأشخاص اللي اتهموك زورني هنا أو نفس الأشخاص اللي بعدوا عنك وهم قاعدين رشحون لشخص ثاني ولكن في أثناء فترة انفصالكم اللي قاعد يخبي عنك أنه جرّب يدخل مع هاي الشخص في زواج في ارتباط في علاقة ولكن خسر وخسر الكثير وجد نفسه في نهاية المطاف وحيدا ما حصل عليك؟ خسر الاستقرار أو الحب اللي كان بينكم وأيضا لم يحصل على الاستقرار أو الرضا الرضا الإشباع طاقة الإشباع عنده مفقودة لما ذهب مع الشخص الثاني فكأنما هو هنا ينظر إليك أنت أصبحت أفضل حالا بدونه أصبحت معتمد على نفسك أصبحت تنجز الأمور من أجل نفسك يريد أن يرجع إلى أعتابك ولكن السؤال هل هو قاعد يرجع من أجل الأسباب الصحيحة؟ لأن أشوفه هنا ما بين البرج وسبعة السيوف طاقة المجارة أو التخبية وما بين ثلاثة الأخصان هذا الشخص أبدا لم يستعد أن يواجه أخطاء والمواقف في مواقف شديدة شركك يطلب منه أن يكون وقف بوضوح أو يتخذ منها موقف هذا الشخص أبدا لم يتخذ موقف حتى لو رجعت لها حتى لو كان في حب جديد عرض جديد دائما سيكون هناك ستكون أنت اللي يضعك في موقف تضطر أن تدافع فيه عن نفسك تضطر فيه أن تبعد الاتهامات والافتراءات عن نفسك كأنما أنت مع بعض في الحب أو في العلاقة ولكن أو ضد الأشخاص الآخرين في المحيط أنت لوحدك أنت في شراكتك لوحدك راح تكون معاك ما راح تبنونه هي مر عملية هنا بناء مع بعض هي عملية أنا قاعد ألقي المسؤولية والثقل على برج العذراء إذا في أحد التهمة إذا صار في موقف حازم أخلي برج العذراء هو اللي يتصرف ما هذا الشخص ما عند طاقة أنه راح يقف معاك أو راح يواجه الأشخاص ضدك أو راح يصلح وإن كان هو ترى يعرف غلطا يعرف الامتيازات اللي أنت تجلبها لحياته يعرف ترى عند طاقة المعرفة والرجل المعلق هنا علق الأمور من أجل أن يكتشف ولكن أبدا مو مستعد أنه يغير من موقفة أو يغير حتى من طريقة التعاملة مع الأشخاص اللي يدخلون حياتكم يحاولون أنه يبثون شرارة الفتنة هذا النوع من الطاقة دائما راح تكون أنسيها برج العذراء لوحدك في مواجهة هؤلاء الأشخاص هذه كانت قراءة المنفصل اللي بعدها راح نشوف قراءة العزاء أول سؤال من القادم إلى طريقك أو في طريقك ما هي مواصفاتها وأطباعة من القادم في طريقك تكررت الكرتات لأنني لم أخلطتهم بشكل جيد لنعيد الكرة من القادم في طريقك فارس الأكواب سبعة الأكواب ملك الأرض كرت العالم والسيف الأول القادم في طريقك يا برج العذراء احتمال أن شخص توى من فترة بسيطة حصل على شهادته أو حصل على وظيفة أنها تعليمه في الخارج أنها مثلا عقد عقد للعمل في الشركة توى أنها مرحلة معينة بنجاح في حياته واحتمال أنه أيضا راجع من سفر أو راجع مثلا من محافظة إلى محافظة من ولاية إلى ولاية عند هاي النوع من الطاقة طاقة الانتقال منتقل نحو بيئتك أنت يا برج العذراء أنزين وكان أمامه أو سيكون أمامه في المستقبل عدة خيارات عدة أشخاص رح يراهم أو يجرب حتى أن يبتدي معهم في علاقة ولكن أنت كأنما اللي أشوفه هنا مو هو يختارك كثير ما أنت تختاره رح تجد فيه الجانب الرومانسي اللي أنت تفتقده لأن الطبيعة الترابية تختلف عن الطبيعة المائية احتمال جدا أن يكون برج مائي سرطان حوت عقرب أو برج هوائي دلو جوزاء ميزان أنا أشوف أنه أيضا عند طاقة عدم الوضوح التشتيت سبعة الأكواب هي طاقة التشتيت أمامي الكثير من الخيارات مثلا أنا رجعت إلى دولتي ولكن عندي الكثير من الخيارات ما أعرف أتقدم لخطبة من التقيت بكذا إنسانا مش عارف أختار من ولكن أشوف أن أنت يا برج العذراء رح تظهر قوتك الترابية في قوة ترابية تقنع باقي الأبراج يقنعون بأسلوب جدا منطقي بأسلوب يخلون نقتنع أن في خيارهم أو في الحل اللي هما يرونه رح يكون في خلاص لنا أنزيل واحتمال أيضا أن إذا مو أنت شخص أكبر منك سنا من أهلك ممكن الوالد أو الوالدة ممكن الجد اللي أهمه رح يسمعون بقصة هذا الشخص اللي راجع إلى منطقتكم إلى ولايتكم يسمعون أن أهلا مثلا راجع للبحث عن ارتباط أو أهلا يبحثون لعن شخص وشريك مناسب ورح أن تكون من المرشحين أوكي ولكن في تدخل هنا كأنما أو وساطة وساطة نوع من الأهل أو نوع من الخطابة نوع من الترشيح موجود عندنا وهو طاقته غير واضحة لأنه هنا وهو يرغب في الارتباط نعم ولكن كأنما قبل ما يلتقيك هو مر بالكثير من مقابلات من أجل الارتباط فصار كأنما هني شوي مشتت ترى هذا الشخص شوي مشتت ممكن يكون أيضا برج الميزان لأنه سهل أنه يتشتت هذا الشخص متشتت ومعارف من يختار من أجل الارتباط وحس شوي أيضا أن الموضوع مفروض عليه كأنما هني عنده شوي طاقة حاقد حاقد على الأشخاص اللي شسمها اللي كانوا يحاولون أن يشجعون على الارتباط ولكن مواصفاته وأطباعه هو شخص ناجح أشوفه احتمال كبير جامعي تهوه في بداية مرحلته أو تهوه في بداية المنصب تهوه في بداية الوظيفة ولكن عنده مستقبل باهر أمامه ينتظره أهل جدا احتمال يكون وحيد أهله وحيد أهله وعنده مثلا الكثير من الأخوات فهو هني أشوفه كأنما الشخص المدلل أو العكس ممكن تكون إذا هي أنثة إيه هي وحيدة أهله وعندها الكثير من الأخوان أوكي اعكس الرسالة بحسب جنسك وبحسب الجهة اللي أنت نتكلم عنها فيك ولكن هو هنا يحظى على الكثير من الاهتمام والمرعاة من قبل أهله مدلل هذا الشخص جدا مدلل عند أهله وأهله أشوفه من الطبقة إما المرتاحة على أقل تقديل طبقة مرتاحة أو طبقة أناس عاديين من مجتمعكم من محيطكم أوكي هذا الشخص بسبب أهله دفعهم لا وأيضا بسبب التدخلات من أشخاص سأحس أنها شوي متشتت موصفاتها الشكلية يميل إلى الطول شوية يميل إلى البيض أو الحنطية يعني ما يميل إلى السمار أوكي شعره ممكن يكون شوية كيرلي أو مموج شعره أسود هذه الموصفات اللي طلعت سوري هذه الموصفات اللي طلعت عندي اللي بعد خلا نشوف كيف تتعامل معانما يدخل حياتك هذا هو السؤال المهام الموصفات الشكلية احتمال أنه دائما تكون في تغيير أو ما تكون كلها لنفس الشخص بنفس الطريقة كيف تتعامل معه؟ الكوب الأول أكبر الأكواب الأميرة العاصبة تسع الخماسيات عشر الخماسيات العالمة كارس برج الحوت والعقرب قلت لك احتمال جدا نتعامل مع برج مائي لو كون هذا الشخص برج مائي أول شي هذا الشخص مثل ما أنه مشتت جدا من المهم أنه أنت كأنما شا أقول لك تأخذه على هون ما تكون متسرع في أن تعرض عليه حبك أو تعرض عليه أو تقبل حتى من الكوب وإن أتاك في حياتك يعرض عليك الارتباط بسبب مثلا تشجيع أهله تشجيع أهلك أنت أيضا كنت جدا بطيء لأنه وراء الكوب الأول وهو عرض الزواج وعرض الحب والقبول أيضا هو عندك كوب وأنت عندك كوب لأنه ما قبولك لعرضه يجب أن يكون جدا بطيء جدا على هداوة لأنه عندنا جنب الأميرة العزباء الأميرة العزباء تأخذ وقتها لاختيار الشريك المناسب جدا مهم أنه أنت تستميل من فقط قلبه تقنعه هذا شخص محتاج الأقناع هذا شخص محتاج تشوف فيك الصفات الأطباع حتى الامتيازات أو نقاط القوة عندك في شخصيتك من أجل أن يقتنع لماذا يرتبط فيك أنت الحب شي هو يفصل أشوف عنده فصل ما بين الحب وما بين الزواج احتمال أنه يميل قلبه إليك ولكن من أجل الارتباط هو محتاج أسباب أكثر محتاج تشوف فيك المواصفات اللي هو يتمناها في شريك حياته هذا أشوف شخص يتمنا شخص ثاني جدا يفهمه ويتوافق فيه أو يتوافق معاه في الأطباع فالنصيحة لك تأخذ وقتك ليش قلت لك هني تأخذ وقتك من أجل قبول عرضه أو من أجل حتى شلون تطور الأمور معاه لازم تكون جدا بطيئة لأن هذا الشخص محتاج أن يرى فيك نزيل أو جهة تشابه بينك وبينه فأحرص أنه أنت تدرسه جيدا قبل أن تتطور معاه سريعا في العلاقة لا تكون أبدا معاه الشخص اللي يسأله متى راح نتزوج متى راح نرتبط متى راح متى راح متى راح استثمر كل طاقتك وجهتك بأن تركز على تحليلك لا والاستجابة للأمور اللي هو يرغب فيها ما بوقلك يرغب فيها الأمور اللي اللي يطلع لها في الحياة إذا كده فعلا تريد الارتباط بهذا الشخص وأيضا عندنا كارت العالمة العالمة هي الإنسان اللي ما تتخذ الكثير من الأفعال هي الإنسان اللي تعلم ولكن تحتفظ بالعلم في داخلها كارت برج الحوت مثل ما قلت لك كأنما هني لازم تبيت النية لا تعلنها بشكل واضح أن أنا مثلا لا أريد قبول زواجك أو لا أريد التسرع في الزواج أبدا خلك في طاقة الهدوء طاقة عدم التحدث طاقة الغموض أنت محتاج أيضا بعض الغموض مع هذا الشخص كأنما أيضا أنت تحتاج أن تنعزل تسحب معاك تنعزلون مع بعض زين ما تخبر دائما أهلك وأهل دوما أنه فيه تدخل شنو أو ما هي خطواتك القادمة معا عشان يكون عندكم نوع من الخصوصية عشان هذا الشخص بما أنه قلت لك كان كأنه حاقد على كثر تكثر الحاة أهله عليه بالارتباط فأنت هنا تحتاج أن تكون فيه قوقعة معا عشان يقدر يثق فيك وينفتح معاك ينفتح لك يفتح قلبك لأنه في النهاية أنت ينتظرك السيف وكارت برج العقرب الموت التغيير الشامل لحياتك وحياته رح يكون جدا كبير ما أدري ليش أحسني الارتباط بينكم كأنما رح يكون اجتماع لقوتين عظيمتين يعني رح يطلب ترى الكثير من الجهد هاي العلاقة رح تطلب الكثير من الجهد الكثير من الصبر الكثير من الصمت الكثير من العزلة وأيضا كثير من التخطيط قبل التنفيذ قبل التغيير من الأميرة العازبة إلى كارت الزواج محتاج أن تخطط قبل أن تنفذ لا تنفذ عشوائيا لمجرد أنك سمعت أنه مثلا يريد الزواجبك أو الارتباط أوكي هذه هي النصيحة اللي بعدها رح نشوف إن شاء الله قراءة المرتبطين أول سؤال كيف يراك الشريك؟ المرتبطين ممكن يكونوا المرتبطين في خطوبة في زواج أو حتى علاقة صار لها وقت رجل المعلق الغصن الأول أكبر وأفضل الأخصان البداية الجديدة عشر الخماسيات كارت الزاهد وأيضا عشر الأكواب عشر الأكواب وعشر الخماسيات هو يراك تكمل الجانب الناقص اللي فيه شريكك احتمال كبير أن يكون أيضا من الأبراج الترابية أو المائية ولكن زدهني إنهما يعرف أو يرى نفسه ناقص كأنما غير متزم بدونك رح تكون عنده طاقة إما ماء إما تراب نزيل إما طاقة جافة إما طاقة جدا فيها الكثير من المشاعر مغمور المشاعر أنت تجلب التوازن لحياته الرجل المعلق من أجل أن يعلق نفسه على الشجرة محتاج إلى التوازن محتاج أنه يعرف محتاج أنه أيضا يكون عنده وضوح كأنما أنت هنا دائما شريكك أشوفه شوي غامض ممكن يكون برج الحوت شوي غامض أوقات يحب الإنعزال أوقات هو نفسه لا يعرف لماذا مزاجة يتقلب الطاقة المائية هي أيضا طاقة مزاجية يتقلب مزاجة أوقات يكون سعيدة أوقات يكون هنا عندنا طاقة اكتئاب أيضا الابتعاد عن الناس ولكن تأكد أنه يراك أن أنت الشخص اللي دائماً رح يرجع إليه دائماً الشخص اللي رح يحتاجه حتى بعد فترة الجفاف أو التقلب أو الزعل اللي بينكم أنت دائماً الشخص اللي تكمله توأم الروح عندما تجتمع الأكواب الكاملة مع الخماسيات الكاملة هنا يكتمل عندنا المال الحب الزواج السعادة الاستقرار تأكد من هذا الشيء أنت اللي عندك الغصن الأول يا برج العذراء أنت تجلب إلى حياته الكثير من الوضوح الكثير الكثير من الوضوح أنت كأنما أيضاً تحفزه هو يراك أن أنت الشخص اللي تحفزه أن يكون شخص أفضل وإن كان حالياً مثلاً شوية عنده طباع أنت ما تتقبلها إنسان ساعدكم بارد يكون حار يقترب يبتعد حتى بدون أسباب واضحة ولكن في النهاية أنت تحفزه عشان يكون شخص أفضل اللي بعد خلنا نشوف ما هي نقاط قواتك الصاحر تعرف شلون تتعامل معه بما أنه هو متقلب ما بين طاقة التراب والماء أنت عندك كل العناصر عندك الخبرة اللازمة التوازن اللازم وتعرف شلون تتعامل معه هنا عندك المفتاح الغصن هو أيضاً المفتاح لقلبه لروحه تفهمه سريعاً وتعرف تتعامل معه أيضاً سريعاً الكوب الأول تعرف تهدئه وتعرف أوقات معينة أيضاً تستفزه تحفزه مثل ما قلت لك هذه هي من نقاط قوتك تقنعه وتخلي دائماً على أعتابك تعرف شلون نقاط قوتك تعرف شلون تحافظ عليه وإن ابتعد وإن صار شوية غامض وانعزالي في النهاية تحافظ عليه في حياتك في محيطك شاطر أنت في هذا الشيء وأيضاً تعلم دروس بما يختص التخلي عن الأمور اللي ما عادت تخدمنا في الحياة أوكي كأنما أنت هنا أشوفك ما أخذ طاقة المدرس المعلم المرشد لهذا الشخص ترشده لما يكون إنعزالي تسمح لبأن مثلاً يأخذ وقت الخاص ولكن في النهاية تحوم حوله بحيث أنه يرجع لك ما ينسك أوكي شاطر بأن تخرج أيضاً من المآزق هذا الشخص يدخل نفسه فيه مآزق بسبب أشوف هنا عندك كثير من طاقة الماء يستفر في الأشخاص الغلط في العلاقات الغلط يعطي الناس أكثر مما يجب أن يعطيهم ممكن يكون جداً كريم أو جداً معضاء فأنت هنا كأنما تحافظ على التوازن تعرف شلون تعرف أسرار قلبه ومفتاح إلى قلبه وتعرف شلون تتعامل معه خلنا نشوف ماذا تفعل لكي تطور العلاقة خمس السيوف عينك على الهدف الكبير لعلاقتكم لا تخلي الأشخاص أو الانفعالات انفعالاتك وانفعالاتها تؤثر ملك الأرض لا تلوما أبداً لا تلوما خليك دائماً في طاقة المتقبل شوف ملك الأرض فوق الكوب فوق الغصن دائماً أنت الشخص اللي تبادر اللي متقبل اللي كأنما ما تزعل ما تعاتب ما تذكر أيضاً بأخطاء أو فشلة بما أنك أنت هنا المدرس أنت محتاجة شجعة نزين تسمح لأيضاً أن يأخذ وقته الخاص من أجل نفسه من أجل من احتمال السفر قوم بأشياء الخاصة هوايات الخاصة جداً هتشوف بعض الشخص يحب أوقات أن ينعزل بنفسه مع الأصدقاء أو حتى يختلي كرة العاشقين تعرف كيف تسحبه بحب تتكلم هنا لغة الحب لماذا الزاهد يرجع الزاهد يبحث عن النجمة عندما يأتي هذا الشخص إلى حياتك يرجع أو يرجع إلى البيت لما تتكلم أنت هنا معه لغة الحب تتكلم من القلب تتكلم من مراعاة وبحنان هنا أنت تملكه وملكت فعلاً وملك الأكواب أنت تساعد أيضاً على أن ينضج تشجع دائماً أنضج دائماً توعي أن في أشخاص يدخلون حياتنا إذا أحنا سمحنا لهم رح يستغلون كأنما هنا هذا الشخص دائماً في أشخاص يدخلون حياته إما يكركبونها شريكك أو إما يستغلونها لازم تظل توعي أو توعي بس ولكن مو بطاقة الحنة أو الإلحاح بطاقة الهادئة بطاقة الحب بطاقة اللي تنتظر الوقت المناسب اللحظة المؤاتية اللي هو يخرج من إنعزالة يكون مقبل عليك منفتح منفتح للتحدث للجلوس معك لتقبل كلامك أنت هنا تتكلم تخبر ما في قلبك تخبرنا مثلاً أنا أشوف أن الأخخاص المعينين مثلاً كذا كذا يسوون فيك ما يحترمونك يستغلونك يأخذون أكثر من حقهم معك أوكي أزيز ترجمة نانسي قنقر